طبعاً عايزين برضو يعني ندخل بقى في الموضوع على طول الحقيقة ده اللي كلمنا عنه مبارح نحن احنا كنا عايزين نشوف يعني مباراة حلوة أداءاً ونتيجة شفنا أداء حلو وشفنا فوز مستحق طبعاً الماتش انتهى بنتيجة 2-1 زي ما أكيد حضراتكم عارفين يعني الهدف اللي جي فينا جي نتيجة يمكن غلطة ملهاش لازمة نتج عنها ضربة جزاء ملهاش لازمة نتج أصفرت عن هدف ملوش لازمة ولكن أكيد لو كلمنا عن الماتش ده تحديداً فأكيد كتير جداً 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 مننا موافقين على الجزء ده من الكلام فكرة ان ده كان أقوى لقاء لكابتن سامي أمصان بعيداً بقى عن اللعيبة اللي الحقيقة يعني قبله بلاء حسن جداً جداً طبعاً ليه بنقول بلاء حسن لأنه عنده برضو شوية تفاصيل كان بيضطر ان هو يلعب في ظل وجودها عندك غيابات لعيبة حاجات من النوع ده كتير يعني بس ومع هذا هو قدر ان هو يقفل خط النص لعب على الهجمات المرتدة بإتقان كبير كانت النتيجة ان انت أفقدت المنافس جزء كبير من هجمات وحولتها وبقوة لهجمات لك انت وده طبعاً الترجم لنتيجة المباراة اللي انتهت في النهاية بنتيجة 2-1 بتسجيل طاهر وحسام حسن لهدفين حلو جداً بالمناسبة كمان ان انت ترجع تكسب لعب بيهدف زي طاهر محمد طاهر واللي كان بعد فترات مش قصيرة قوي يعني عن التهديف كمان حسام حسن اللي كلنا كنا زعلانين لأنه واضح جداً عليه انه كان بيشعر بظلم شديد لفترات طويلة الحمد لله ابتدت يعني تندع معاه وسجل مباراة هدف عزز من فوز النادي الاهلي وبالتالي التأهل للمرحلة القادمة مرة تانية حنقول حقيقي شابول كابتن سامي قمصان أداة أكثر من رائع ولو ان الاستحواز ربما كان لبيرميدز أكبر يعني النقاط اللي احنا ممكن نتكلم في تفاصيلها أكثر هي فكرة ان كان فيه استحواز ربما باين بشكل أكبر لبيرميدز لكن الفكرة كلها في الأول وفي الآخر انت النتيجة اللي وصلت لها اي انت ازاي قدرت ان انت تعمل استحواز انت ازاي قدرت ان انت ترجع بهجمات مرتدة ونكحة الفاينل تاتش يا كريم كمان أو الفنال بتاعنا اللي احنا كنا بنقول عندنا قزمة فيه فترة طويلة جدا ربما إلى حد ما مبارح شفنا صورة مختلفة فيه فحلو واللي جاي برضو يريد تكون حلو علشان الجماهير وجماهير الأهلي في كل مكان تستحق ذلك ده اللي احنا بنقوله احنا يمكن مرينا الفترة اللي فاتت بإخفاقات إلى حد ما كان نفسنا ان احنا نوصل لسكور معين في بعض المطشات في بعض البطولات لكن على كل حال ما فيش مشكلة ابدا ده حل كرت القدم وما فيش حاجة متوقعة لكن الكبير بيفضل كبير والكبير لما بيتعثر شوية بيرجع يقف مرة تانية وده شفناه ويمكن البداية زي ما انا بقول ان شاء الله تكون او كانت امبارح واللي جاي بإذن الله يكون افضل ويعود مرة تانية كمانا هروح لي يعني لقب الدوري المحبب للأهلوية والكل عشاق نادي الاهلي في كل مكان في مصر او في العالم فان شاء الله يا كريم انا متفألة زي التوقعات بتاعتي كده احساس بيكون الواحد عنده والله نتمنى ان هو يكون حقيقي على الارض بإذن الفترة اللي جاي كمان الاهلي يثبت لنا مباراة وراء مباراة ان هو بيتحسن وبيعود مرة تانية لي شخصيته اللي احنا نعرفها اشتركوا في القناة